في مهرجانها السنوي يعرض مزارع الفراولة في المغرب انتاجهم كما يطلعون على احدث طرق انتاج وحفظ هذا المحصول الحساس للتغيرات البيئية المهرجان يقوم في مدينة مولاي بوسلهام الساحلية ويرى منظموه ان دفء الشتاء هذا العام على غير العادة يعني منافسة الانتاج الاسباني من الفراولة للانتاج المغربي الامر الذي يؤثر على صادرات الرابط للاتحاد الاوروبي ترثي التغيرات المناخية على الانتاج توت الارض لهذا المنوصي لانه من ناحية التسويق لانه تتزامن مع الاسباني فالمغرب لم يصدر الكمية المعهودة الى الاتحاد الاوروبي كالسنوات الفارضة وهذا راجع الى التغيرات المناخية واحد الطرف كنبيعوا في السوق المحلي واحد الكمية كنصدروا على الخارج هذا العام كان الانتاج متوفر نظر الى التقس كان في شهر نوفمبر ديسامبر كان الانتاج السوق الاوروبي او حار اسباني كان المشكل ديال الاتمينة حاليا ده بدزنا الواحد المرحلة ديال الاندستري الاندستري كيوالي التامان احصاءات وزارة الفلاحة والصيد البحري تفيد بأن المغرب كان احد اكبر مصدر الفارولة في عام 2014 ويعد مهرجان الفارولة السنوي فرصة للسكان المحليين في المغرب للتذوق عينات من الفاكهة والاحتفال بمحصول جرى انتاجهم محليا بعد ان ادخل الاحتلال الفرنسي زراعة هذا المحصول الى البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي من مهرجان الفارولة الى الاتحاد الاوروبي حيث ادهر مسحن ان وطيرة نمو انشطة الاعمال في منطقة اليورو قد تباطأت بشكل غير متوقع هذا الشهر على الرغم من المزيد من التخفيض في الاسعار وقد انخفض مؤشر ماركات المجمع او المجمع لمدينة او لمديري المشتريات في منطقة اليورو في القراءة الاولية الى ثلاثة وخمسين من ثلاثة وخمسين فاصل واحد في مارس ما يعادل ادنى مستوى في ثلاثة عشر شهرا ويستند المؤشر الى مسحن يشمل الاف الشركات وينظر اليه على انه ادات استرشادية جديدة وجيدة لقياس النمو في المانيا قالت المستشرة الالمانية انجلا ماكل ان الانتقادات داخل المانيا لاسعار الفائدة القياسية المنخفضة التي يتبناها المركزي الاوروبي وهي انتقادات مشروعة من جهته قال رئيس المصر في المركزي الاوروبي ماري دريغي ان البنك يطيع القانون لا اساسة وان تفويض اسعار وتقويد الاستقرار للاسعار يتعلق بمنطقة اليورو باثرها وليس فقط المانيا كما اعتبر دريغي ان وجود بريطانيا في الاتحاد الاوروبي من مصلحة الطرفين مطمئنة الى ان خطر خروجها منه على النهوض الاقتصادي لمنطقة اليورو سيكون محدودا اعلنت وزارة الموارد البشرية والامان الاجتماعي في الصين تراجع معدلات البطالة في المناطق الحضرية الى 4.4% في نهاية شهر مارس مقارنة مع 4.5% بنهاية عام 2015 اشارت الوزارة الى انه تم ايجاد نحو 3.18 ملايين وظيفة في الربع الاول من عام 2016 مؤكدا ان خلق الوظائف يعد واحدا من اولويات الحكومة الصينية للحفاظ على استقرار التوظيف بالنسبة لملايين العاملين وذلك لمواجهة عمليات الاستغناء المتوقعة خلال اندماج الشركات واعادة تنظيم الصناعات خاصة الثقيلة اذا وصلنا مشاهدين لختم هذه النشرة الاقتصادية شكرا للمتابعة ودمر اخرى لموصلة بانوراما نيل مع ايمان وتامر اليكم شكرا جزيلا لك حنان منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة من التوجه الى القدس عبر معبر بيت حنون لاداء الصلاة في المسجد الاقصى المبارك بدريعة الاحتفال بعيد الفصح اليهودية كما اعدنت السلطات الاسرائيلية غلق كافة نقاط العبور مع الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة اليوم وغدا للاحتفال بالعيد اليهودي ومن المقرر ان يبدأ سريان قرار الاغلاق اليوم في العاشرة مساء بتوقيت جرنيتش الثانية عشرة بتوقيت القاهرة وينتهي يوم السبت عند منتصف الليل في الوقت النفس قررت محكمة عسكرية اسرائيلية الافراجة عن جدين اطلق النار على احد الجرحة الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل نحو شهر ما تسبب باستشهاد على الفور ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان المحكمة افرجت عن الجندي الينور ازاريا الذي اعدم الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في الخليل فيما لا زالت اجراءات المحاكمة جارية بعد تهمه بالقتل غير العمد في القضية كانت المحكمة العسكرية بمدينة يافا قد ادانت قبل اربعة ايام ازاريا بتسبب بموت عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل قبل ما يقارب شهر بعد قيامه باطلاق النار عليه وهو مصاب وملقى على الارض حددت الامم المتحدة يوم غد السبت كاخر موعد لتوصيل او لتوصل المعسكرين المتنزعين في جنوب السودان لابرام اتفاق يتيح عودة قائد التمرد رياك مشار الى العاصمة جوبة لتولي مهامه كنائب الرئيس وتشكل عودة رياك مشار الى جوبة شرطا اساسيا لتسوية النزاع الذي بدأ في ديسمبر 2013 وخلف عشرات الالاف من القتلى واكثر من اثنين ونصف مليون نازح قطل اليوم ثلاثة جنود اتراك واصيب اخرون في انفجار استهدف قافلتهم العسكرية في اقليم تونجلي بشرق تركيا واعلن مسؤول عسكري ان هذا الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع زرعت الى جانب الطريق ويشهد جنوب تركيا التي تسكنه اغلبية كردية يشهد موجات من العنف بين قوات الامن وعضاء حزب العمال الكردستاني بعد انهيار هدنة بين الطرفين في العام الماضي حتى رئيس الامريكي باراك اوباما بريطانيا على ان تظل وثيقة الصلة بحلفائها في اوروبا للمساعدة في الحملة الدولية ضد الارهاب اضف اوباما في حوار ادل به الى صحيف الدالي تاليغراف البريطانية ان تعاون في مختلف المجالات من تبادل المعلومات المخابراتية ومكافحة الارهاب الى ابرام اتفاقيات لتوفير فرص العمل ونمو الاقتصادي سيكون اكتر فعالية بكثير اذا امتد عبر انحاء اوروبا كان رئيس الامريكي قد وصل الى لندن في زيارة رسمية تهدف الى اقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء داخل الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من يونيو القادم نفى كبير امناء مجلس الوزراء الياباني يوشهيدي سوجا في مؤتمر صحفي اليوم قيام اليابان والولايات المتحدة بالترتيب لزيارة يقوم بها الرئيس الامريكي باراك اوباما الى مدينة هيروشيما اليابانية كانت صحيفة نيكيا اليابانية قد ذكرت ان اوباما سيزور هيروشيما بعد قمة مجموعة السبع التي تستضيفها اليابان في اواخر الشهر القادم في اول زيارة لرئيس الامريكي خلال فترة لئاسته للمدينة اليابانية التي تعرضت لهجوم نووي امريكي قبل واحد وسبعين عاما كان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد زار هيروشيما في وقت سابق خلال الشهر الجاري حيث وضع اكليلا من الزهور على النصب التسكاري لضحايا الهجوم النووي دون ان يقدم اعتذارا لذلك نفي هذه البانوراما ايضا ولكن بعد اخبار الرياضة اكثر من مائة وستين دولة يوقعون اليوم اتفاقا حول المناخ في الامم المتحدة لابطاء ارتفاع حرارة الكرة الارضية توقع اليوم نحو مائة وخمس وستين دولة بمقر او توقع اليوم حوالي مائة وخمس وستين دولة في مقر الامم المتحدة في مدينة نيورك على اتفاق باريس للتغيرات المناخية لمواجهة ظاهرة الاحتراز الاحتباس العالمي وابطاء ارتفاع درجات الحرارة وهي درجات حرارة الكرة الارضية من خلال مجموعة من الاليات التي سيعتمدها ويشارك وزير البيئة دكتور خالد فهمي في مراسم التوقيع على الاتفاق التي تشهد مشاركة نحو ستين رئيس دولة او حكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا اولوند ووزير الخارجي الامريكي جون كاري ورئيس الوزراء الايطالي ماتيورينسي من المتوقع ان توافق على الاتفاق معظم الدول في اليوم الاول ما ينبئ بسرعة تنفيذه نظرا للعدد الكبير من مؤيد الاتفاق انطلق في القاهرة مؤتمر تحضيري لفعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل المهرجان سوف يضم عددا من العروض الفنية الموسيقية والرقصات الهندية الكلاسيكية موزع على عدد من المحافظات من مقر السفارة الهندية بالقاهرة سوف تنطلق فعليات مهرجان الهند على ضفاف النيل في الثالث والعشرين من ابريل الجاري لهذا انطلق المؤتمر التحضيري بحضور السفير الهندي بالقاهرة وعدد من الفنانين والمسؤولين يساهم مهرجان الهند على ضفاف النيل في تحقيق التقارب بين ابناء الشعبين الهندي والمصري ويفتح افاقا جديدة لتبادل الخبرات ويطرح فرصا جديدة تستحق المزيد من البحث من الجانبين من اربع سنوات حينما انطلقت الدورة الاولى من المهرجان انطلقت فيه ظروف شديدة الصعوبة ولم تتراجع سفارة الهند ولم يتراجع الاصدقاء عن اطلاق هذا المهرجان وهذا الحدث المهم وهكذا بالفعل يعرف الاصدقاء في وقت الشدة تحدث السفير العزيز على المساهمات الاقتصادية وعلى الاستثمارات التي تشارك بها الهند في مصر المهرجان يقدم مجموعة من العروض الفنية المختلفة من بينها بوليود قصة حب وعروض موسيقية وايضا اشكال الرقص الكلاسيكي الهندية مهرجان الهند على ضفاف النيل يعكس اشكالا من الثقافة الهندية في احسن صورة في مصر حيث استمتع الجمهور المصري بمختلف فقرات المهرجان في دورته السابقة واشادوا بها ايما اشاد ولا يقتصر المهرجان على الفنون فقط بل ستكون هناك ندوة اقتصادية بعنوان اصنع في الهند لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين الهندي والمصري الامتزاج الثقافي بين مصر والهند يعد نافذة للشعبين وعنوان المهرجان الهند على ضفاف النيل يمثل نوعا خاصا لكون ارتباط المصريين بالنيل يرتبط بالوجود والحياة رمضان المطعني النيل وهذه نقطة ختمنا ومعا نذكر باهم مكان معنا من الماء العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ومكافحة الارهاق تتصدر محادثات الرئيس السيسي وولي عهد ابو ظبي ديمستورا يؤكد استئناف مفاوضات جناف حول سوريا الاسبوع القادم رغم قرار وفد المعارضة تعليقا مشاركته مفاوضات مباشرة اليوم بين اطراف النزاع اليمني في الكويت برعاية الامم المتحدة اصلنا الى ختم هذه البانوراما الاخبارية الشاملة اتتكم من اليوم الى اللقاء